السلام عليكم سأقدم في هذا الفيديو لقطات منتقات من المناظر المغرية والمشاهد المبهجة من قلب الطبيعة البرية وأجزم أنها ستبث شعورا بالمتعة على الأقل المتعة البصرية لكن الهدف أن نعيد مخلوقات فطرية مفقودة من بيئتها الأصيلة وبدون تكلفة ذكر ماذا لو قلت لك أن جمال مثل هذه الأسراب من طيور القطة التي صارت نادرة لأنها انقطعت وهجرت مساحة واسعة من برار المملكة بسبب عوامل معروفة ماذا لو قلت أنها ستعود للتكاثر مستقبلا هكذا في الأماكن التي هجرتها وبالمجان بدون إنشاء مراكز تفريخ وأكثر شبيهة بمراكز تفريخ وأكثر طيور الحبارة تلك المراكز التي استغرقت عشرات السنين وفشلت في الحد من تناقص الحبارة التي تعيش في الطبيعة الفطرية ولم تحد تلك المراكز في الدول ولم توقف استمرار تهديد الحبارة بالانقراض هذا فضلا عن أن تفريخ المراكز قد ينشأ عنه سلالات شبه مدجنة ليست بقوة تلك السلالات التي تعيش وتتناسل في طبيعتها دون تدخل بشري سأجيب عن سؤالي عادة أسراب القطة لكن قبل ذلك أشير إلى أن الاهتمام بعادة توطين الحياة الفطرية عندنا كان وما زال شبه منحصر في الغزلان أو الظلفيات الأربعة وهي المهل عربي والوعل وضبي الريم وضبي الأدمي ومعها اهتمام بالحبارة مع تجاهل الأحياء الأخرى مثل الأرانب البرية والوبر الصخري وبعض المفترسات الصغيرة وأنواع أخرى بما فيها أنواع طيور قل انتشارها كالقطة وغيرها لطيور القطة أسرار تتعلق بمعيشتها وطباعها التي قد يرى البعض أنها عجيبة وهي بأنواعها المقيمة عندنا من أجمل وأرق الطيور لكن أعدادها في السنين الأخيرة توارت وانقطعت عن مساحات برية واسعة وسأتخذها نموذجا عن كيفية أن نعيد مخلوقات فطرية فقدناها في مواطنها الطبيعية وأن نجعلها تتكاثر مكملة السلسلة الغذائية أو التنوع الأحيائي في الطبيعة البرية وأن يكون ذلك دون تكلفة ذكر أو عقود طويلة الأجل أريد منك فقط إذا كنت مهتما وأن تشاهد الفيديو أن تتأنى حتى الأخير تعالنا تأمل واحدا من أهم مفاتيح فهم الطبيعة الفطرية لطير القطاع من هذا المشهد المصور بكاميرا مراقبة مثبتة على الأرض ومخفية تحت شجيرة لاحظ حذر زوجين من القطاع لم يهبط على حافة الماء مباشرة نزلاء دون الغفلة عن مراقبة المكان للتأكد من عدم وجود تهديد ثم اتقدم بخطوات حذرة والشرب سريعة لم يظهر في المشهد سيارتي وأنا أقترب لمتابعة كاميرا مراقبة نصبتها في الطرف الآخر بالقرب من زوجين آخرين سأضع دائرة على مكانهما هرب الزوجان من السيارة مع إطلاق تغريدة كانت كافية أن يفزع بقية القطاع من المكان ويطير في الحارب فكأن طيور القطاع في سلوكها وتعاون مع بعضها البعض أول ما تطير هاربة تطلق تغريدا كأنه تحذير البقية للفرار من المكان تعال إلى مشهد آخر صورته متخفيا بكاميرا ذات عدسة بعيدة المدى وسيكشف شدة حذر القطاع سرب القطاع قل أو كثر إذا أقبل على مصدر المياه ليشرب يحوم أحيانا حوله مرات ليتأكد من عدم وجود تهديد ويحدث أحيانا أن يتقدم واحد منها ويهبط على الأرض قريبا من الماء وليس على حفاته مباشرة كأنه مخبر يتأكد من أن المكان آمن ويبقى السرب يحوم فترة قصيرة ثم يهبط بجوار الذي هبط أولا قبل أن يتقدم السرب كله إلى مصدر المياه ليشرب وهكذا نخرج بخلاصة لفهم طبيعة القطاع الذي يعيش في البرية وليس الذي يعيش تحت الأسر أنه حساس للغاية وحذر جدا فلم أشاهد في كل الطيور البرية المقيمة عندنا أشد منه في الحذر تعال إلى طريقة تفريخ القطاع ستكشف حذر فطريا حتى عند الصغار القطاع يضع بيضه في مفحص وهي نقرة صغيرة على الأرض ويتعمد أن تكون غير قريبة من الأشجار الكبيرة التي لا تخلو من اقتراب الجوارح والمفترسات والزواحف ومصادر التهديد الأخرى ويتناوب الزوجان في حضن البيض وإذا طارا لشرب الماء حتى لو بعدت المسافة فأن الله وهبها قدرة العودة إلى المكان بدقة وكأن في رؤوسها أجهزة تتبع إلكترونية وإذا فقس البيض وخرج الصغار فأنها تتولى تغذية نفسها بنفسها وتتنقل في محيط المكان لمسافات قصيرة تلتقط غذائها وتتخفى خلف الصخور وتحت الشجيرات بانتظار الأب الذي يجلب لها قطرات الحياة يوميا حيث ينقل الماء بريشه ويأتي إلى صغارها التي تتلقب القطرات من ريش صدره وبطنه فأنها ترضعها فالقطاء ليس مثل بعض طيور البيئة الصحراوية التي تستغني عن شرب الماء بسوائل تجدها في أجزاء من نبتات الرطبة والحشرات والديدال طيور القطاء كبارها وصغارها لا تستغني عن الشرب يوميا وكنت بيّنت بالتفصيل في فيديو سابق كيف ينقل الذكر أو الأب الماء إلى صغاره في سلوك فريد وصفته بغريزة الرحمة تعتبر فترة أواخر الربيع عندنا مع أشهر الصيف هي موسم تزاوجها للقطاء وتفريخه ويقيم حينها في براري منبسطة ووعره بعض الشيء وآمنة يتوافر له فيها التخفي والتموين لكن يحتاج أن يكون غير بعيد عن مصادر المياه كالغدراء حتى لو كانت تبعد عشرات الكيلومترات لكن موسم تزاوجها وتكاثرها في الغالب ليس فترة فطو الأمطار في معظم مناطق المملكة ولهذا كانت أسراب القطاء تلجأ إلى أطراف المزارع في البحث عن الماء في فترات سابقة كانت تشهد جور صيد وكثرة مطاردة القطاء حول المزارع ممن لا يدرون أنها في موسم تزاوج وتفريخ ينبغي تركها والانصراف عنها وهنا أؤكد على حقيقة لا يعرفها البعض إذا تزايد على القطاء في أي مكان التهديد والمطاردات فأنه بالتدريج يهجر المكان إلى غير رجعة لأنه يحتاج أكثر إلى بيئة آمنة في موسم التزاوج والتفريخ أنشأت أخيرا المحميات الملكية وفيها مساحات كانت في السابق مواطن لأنواع من القطاء المقيمة عندنا وصارت الأنظمة الأخيرة تطبق في الميدان وسيقل أو ينعدم الصيد ومطاردة القطاء في المحميات خاصة في موسم التفريخ أي أمامنا واقع وهو أن المحميات ستكون بيئة آمنة للأحياء الفطرية بما فيها القطاء وأثبت ذلك بأني رصدت بنفسي خلال ربيع عام 2023 قطاء الغطاط في أجزاء من محمية الملك عبدالعزيز الملكية لم يكن يشاهد فيها أبدا خلال السنين الأخيرة وأضيف أني شاهدتها عدة مرات في آخر الربيع بهيئة زوجين يتنقلان سويا وهذا سلوك يحدث عادة خلال موسم التزاوج مما يؤكد أنها ستعود إلى مواطنها السابقة التي صارت آمنة لكنها وهذا الأهم تحتاج إلى مصدر مياه لكن في غير المواسم المعتادة للأمطار هنا أشير إلى حل بسيط يمكن أن تعمله إدارة المحميات وهو إنشاء أحواب صغيرة في البيئات المناسبة لمعيش تلقطة وهي بيئات متعددة ومساحات واسعة أو اختيار منخفضات صخرية صغيرة طبيعية ليتم إعادة تعبئتها بالمياه باستمرار وبطرق غير مكلفة وتقنيات بسيطة ومتيسرة خاصة خلال مواسم التفريغ في أواخر الربيع مع عشر الصيف التي في المعتاد كما قلت لا تهطل فيها الأمطار علما بأن كمية الماء المطلوبة أقل بكثير مما قد يتصور البعض والهدف من توفير الماء أن يقدم لها الإغراء بحيث لا تلجأ الأسراب إلى أطراف المزارع التي سيصعب فيها الحد من مطاردتها وتخويفها خلال مواسم التزاوج أراهن بعد تطبيق هذه الفكرة أن أنواع القطع المقيمة أو المحلية ستعود بالتدريج إلى التكاثر وتستقر في مواطنها الأصيلة التي أصبحت محمية وأنوه إلى أن الخيارات متعددة لإنشاء الأحواض من مواد صديقة للبيئة لا يدخل فيها البلاستيك هذه الأحواض المعدودة والمحدودة التي أقترحها مع توفير الماء ليس من التدخل في البيئة الطبيعية بدليل أن واحدا من أهم الأحياء الفطرية وهي الوعول التي لا تستغني على الماء إدارات محمياتها طوال السنين مجبرة خلال الصيف وفترات قلة الأمطار أن تنقل عليها المياه في أحواض في عمق مواقعها وأن لا ستنفق إن لم تشرب الخلاصة هذا نموذج يعتمد على معرفة وفهم الطبيعة وطباع نوع من الأحياء الفطرية وتوفير البيئة الآمنة والمتطلبات التي تتفق مع سلوكه وتحد من أخطاء تلك الممارسات البشرية سواء كانت متعمدة أو غير مقصودة أكرر هذا نموذج وبالإمكان تطبيق نماذج أخرى مع أنواع فطرية بما يتفق مع سلوكها وطباعها ومتطلبات أن تكون بيئتها آمنة تماما يبقى أن أختم بالتالي الاهتمام بالغزلان والحبارة وإعادة توطينها في بيئات محمية كانت وما زالت جهود مقدرة وبحاجة إلى الاستمرار والتعزيز حتى تعود جمالها أو قطعانها في محميات جديدة وتنتشر باعتبارها أنواع فطرية أصيلة فقدت خلال فترات التراقي وأن وجودها مهم ومشاهدها مبهجة لكنها ليست الوحيدة في الطبيعة الفطرية لدينا أنواع أخرى تستحق الاهتمام لا سيما أن المحميات توسعت ونحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مزيد من تكتف الأعمال في الميادين أكثر من الاستغراق داخل أسوار البنايات والمكاتب